تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبايع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 133 قضية تموينية بمضبطات تقرب من 1654 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 127 طن سلع غذائية مختلفة و27 ألف عبوات زيت ضعطان كما تم ضبط 1286 طن دقيق مدعم في مجال الاستلاء على السلع المدعومة أما في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط ما يقرب من 118 طن كما تم ضبط 32 طن أسمنت و16 طن حديد تسليح في مجال حجب مواد البناء في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 44 طن أسمنت و30 طن حديد تسليح كما وصلت وزارة الداخلية شن حملاتها لضبط الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 33 قضية إدجار غير مشروع في النقد الأجنبية بقيمة مالية بلغت ما يقرب من 171 مليون و500 ألف جنيه كما تمكنت وزارة الداخلية من ضبط مبالغ نقدية بلغت ما يقرب من مليوني جنيه مصرية بالإضافة إلى ضبط ما يعادل هو 7 ملايين و500 ألف جنيه عملات أجنبية مختلفة وضبط معاملات مستندية بالعملات المختلفة بما يعادل 162 مليون و500 جنيه